بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين في فيديو اليوم سوف نقوم بحل فرض رقم ثلاثة أو الفرض الثالث للفصل الأول في مادة التربية المدنية في تلاميذ سنة الأولى متوسط ولنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بحل فرض رقم ثلاثة أو الفرض الثالث في الفصل الأول في مادة التربية المدنية عندنا تمرين الأول تمرين الأول قال لي عرف ما يلي عرف ما يلي لكلمتين الكلمة الأولى هي الأبارتيت ما هو الأبارتيت؟ الأبارتيت هو نظام تع السوفي طبيقة في جنوب إفريقيا يدعو إلى الفصل عنصري بين الأقلية الأوروبية التي تملك كل الحقوق وبين أغلبية السود المحرمة من حقوقها الأبارتيت هذا هو نظام طبق في جنوب إفريقيا يعني كان في نظام في جنوب إفريقيا يدعو إلى الفصل العنصري يعني كانوا يفضلوا وشي هو هو تفضيل يعني كانوا يفضلوا الأقلية الأوروبية يعني الأوروبيين اللي كانوا قلال في جنوب إفريقيا واللي البشرات يحم أكيد بيضاء ولي يملكوا كامل الحقوق كانوا يفضلوهم على السود المحرومين من الحقوق نتاحهم إذن الأقلية الأوروبية رفضت فرضت لهيما ننتحها والسيادة ننتحها على السود رغم أنها على قناعنا أقلية لأنهم كانوا قلال وفرضت سيادة تاحا في جميع النواحي والجوانب الاقتصادية والسياسية إذن الأبرتيز هو نظام تعسف تبقى في جنوب إفريقيا يدعو إلى الفصل العنصري بين الأقلية الأوروبية التي تملي كل الحقوق وبين أغلبية السود المحرومة من حقوقها الآن السهيونية ما هي السهيونية هي حركة سياسية يهودية يعني مرسل يهود ذات طابع عنصري يعني هذا للزوج الأبرتيز السهيونية هما شكل من أشكال العنصرية أو تميز العنصري ذات طابع عنصري تدعو لتأسيس دولة إسرائيلية في فلسطين يعني اليهود بغى يستوطنوا فلسطين أو يعيشوا في فلسطين في فلسطين يعني يمحيوا التاريخ والأصل واللغة بتاع فلسطين إذن هذا الزوج أشكال من أشكال تميز العنصري السهيونية هي حركة سياسية يهودية ذات طابع عنصري تدعو لتأسيس دولة إسرائيلية في فلسطين الآن ثماني 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 ثمان بالاضافة الى الاحكام الاغنية الشعبية اللي يغنيوها الاغنية الشعبية الخاصة بكل منطقة يعني احنا في الجزائر التراث الثقافي او التنوع الثقافي عندنا القبائل عندهم الاغنية الشعبية عندنا الشعر عندنا الالغاز عندنا الالحكواتي عندنا الاغنية الشعبية يعني كل منطقة عندها اغنية شعبية انتحها كل منطقة عندها اغنية تتميز بها كل منطقة عندها حاجة نقولوا عليها مصدر إبداع مصدر تجديد كل حاجة عندها كل منطقة أو كل ولاية عندها حاجة تتميز بيها الخاصة بكل منطقة مادي مثلا وهو يتمثل في المعالم العمرانية المعالم العمرانية وهي القصور المعالم العمرانية وهي القصور عبر التاريخ عبر التاريخ معالم العمرانية عبر التاريخ كما تيم قات في باتنا أي واحد قلوا باتنا يقول لك تيم قات هي معلم أثري أو معلم عماني عبر التاريخ بنية أو شيدة عبر التاريخ وتنوع اللباس من منطقة لأخرى كما نعرف عندنا الكاراكو عندنا الجبة القبائلية عندنا أيضا القفطان عندنا عندنا لباس متنوع ومختلف كما نقول لهم من خلاص من منطقة لأخرى وهذا نوع صناعات تقليدية تنوع صناعات تقليدية كما الأساور كل منطقة ما عندها حاجة خاصة بها إذن تنوع ثقافي نوع عام معناوي وهو يتمثل في التراث الشعري يعني ما قدروش نقيسوه ليتمثل في الشعر الألغاز الأحكام الأغاني الشعبية الخاصة بكل منطقة أيضا مادي ويتمثل في المعالم العمرانية مثل القصور ومثل مثلا المعالم كما نقول لهم العمرانية مثل تيم قاد بباتنا عبر التاريخ وتنوع اللي بس من منطقة لأخرى وتنوع صناعات تقليدية الآن مع الثمارين الثالث الثمارين الثالث هو مصدر للإبداع والتجديد مصدر للإبداع والتجديد يعني خلينا نخلقوا حاجة جديدة يعني يخلينا نتعرفوا على ثقافات أخرى هو مصدر للإبداع والتجديد يخلينا نبدعه يخلينا نجدده يخلينا نحتفظه بالأصل ومصدر لتعنى أيضا تفاعل ثقافات بين الشعوب يعني بين كل شعب وتشعب يخلينا نتعرفو مثلا على الثقافات الأخرى نتعرفو على ثقافات جديدة نتعلمو لغات أخرى تنشيط الحيوية في المجتمع يعني نخلي بالحيوية ماشي مثلا واحد ما عنده تنوع ثقافي مثلا أنا عندي حاجة تتميز بها المال اللي لا ينتاعي الأخر عنده حاجة هذا عنده حاجة تنشيط الحيوية في المجتمع وهو أيضا مصدر الإبداع والتجديد وتنمية القدرات الإبداعية تنمية القدرات الإبداعية يخلي الواحد يبدع كما نقول يخلي الواحد يبدع يخلي الواحد يخلق حاجة جديدة يخلي الواحد ما يكون جديد مع نفس الشي يخلي الواحد أيضا يفتخر بالأصل تاعه يخليه ينمي القدرات الإبداعية تاعه الآن تمرينا الرابط تمرينا الرابط يقول أجب صحيح أو خطأ ما صحيح الخطأ يعني رح يعطيني جملة رح نكتب قدمها صحيح او خطأ مع تصحيح الخطأ يعني ولازم ننصحها الخطأ تميز العنصري هو تعدد الثقافات تميز العنصري هو تعدد الثقافات يعني في كل البلد كان ثقافة معينة خطأ تنوع ثقافي هو تعدد الثقافة تميز العنصري لا هو تفضيل شخص عن اخر اذا تنوع الثقافي هو تعدد الثقافات تنوع الثقافي يساهم في تنشيط الحيوية في المجتمع هذا صحيح لان تنوع الثقافي يساهم في تنشيط الحيوية في المجتمع ويحارب الملأ يعني كل واحد عنده ثقافة دعوه معينة كل واحد يفخر بكونه من هذه الولاي تميز العنصري هو المساواة والعدل بين افراد المجتمع خطأ لانه التميز العنصري هو العكس هو تفضيل شخص على اخر وهو عدم المساواة والعدل بين افراد المجتمع بل تفضيل شخص على اخر وهذا يكون حسب اللغة الدين المذهب الجنس الاشياء كثيرة تنوع الثقافي نوعان مادي ومعنوي كنا هذا ويذكرناهم قلنا مادي يتمثل في المباني العمرانية والقصور وايضا الصناعة التقليدية واللبس التقليدي والحولي التقليدية ثاني ومعنوي معنوي مثل الشعر مثل معنوي مثل الشعر مثل الاحكام مثل الاغاني الشبية مثل الغاز ايضا تمام الخمس والاخير اذكر اساليب تدعيم تنوع الثقافي الاجابة قاعد يقولي كيف هنقدروا ندعمه التنوع الثقافي كيف هنقدروا نخليه كل واحد فاخر كيف هنقدروا ندعمه التنوع الثقافي اولا اتخاذ يوم عالمي لتنوع الثقافي يعني لازم ندير يوم عالمي او نحدد يوم عالمي لتنوع الثقافي التنوع الثقافي يعني نحتفل بهذا اليوم فهذا اليوم مش نديره نحسسه باهمية التنوع الثقافي فهذا اليوم كل واحد يبين ثقافة تاعه ممكن نحتى يوحي ما لقى تواصل الاجتماعي ونعطل الحوايج يكون يفخر بهم ينعطلها من الاشياء اللي البلاد او الولاية تعود تسخر بها تفتح على ثقافات أخرى يعني يتفتح على ثقافات أخرى ما يبقاش غير ثقافة داعه يعني يتفتح على ثقافات أخرى يعرف ثقافات الناس يهز معلومات يطور من ذاته وتعلم لغات جديدة تعلم لغات جديدة أيضا وتجيع الإبداع الثقافي يعني تجيع الإبداع الثقافي يخليك هو أيضا كما قلنا الإبداع الثقافي أو تنوع الثقافي هو مصدر إبداع وتجديد ومع السلامة دمتم في رعاية الله وحفظه